أيضا في هذه النشرة بحضور مندوبة التربية الوطنية لمدينة أنجمينة دونغوس أبراي شهد قصر 15 من نناير مناسبة تكريم الفائزين في مسابقة الرياضيات في دورته السابع وسط حضور كبير من طلاب وطالبات المؤسسة تعليمية تقرير أدم حسن المكوي العشرة الفائزون بالدورة السابعة لأولمبيد الرياضيات للمرحلة الابتدائية بمدارس العاصمة أجمينة تم الكشف عن قائمتهم بهذا الحفل حيث تحصل على المرتبة الأولى الطالب أب بكر بشر من مدرسة نور النور والمرتبة الثانية الطالب ليمان أحمد من مدرسة سوليبريا وتحصل على المركز الثالث الطالب محمد نور إبراهيم من مدرسة الشيخ آدين برك بينما حل الطالب ستر بريس من أكاديمية رويال بالمرتبة الرابعة والطالب جلسيم دوغي من مدرسة كوريتا تانكي بالمرتبة الخامسة واستفاد صاحب المركز الأول أب بكر بشر من منحة دراسية كاملة بالمجمع التعليمي الدولي بحر بالإضافة إلى تقديم أجهزة كهربائية وألكترونية إلى مدرسته فيما تحصل أصحاب المركز الثاني والثالث على منحة دراسية غير كاملة بنسبة 50% مدير المجمع التعليمي الدولي بحر حسين سيرج قال في كلمته بهذه المناسبة إن هذه المسابقة تدخل في إطار التعاون الشديد التركي لتجيغ الطلاب والمعلمين للتفوق في المواد العلمية من جانبه المندوب الإقليمي للتعليم بأن جمنا دونغوس أبري أشاد بهذه المبادرة التي قال فيها بأنها تدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى ترقية التعليم ونهضته كما انتهز مسؤول المجمع التعليمي الدولي بحر مع مندوب التعليم الفرصة ليقدموا جائزة أفضل كاتب موضوع التي نظمت للصفوف الثانوية في الأيام الماضية إذن هذا كل ما لدينا تسعى من أخبار محلية أشكركم على طب الانتباه والمتابعة دمتم في أمن الله ورمضان كريم وكل عام أحبتم بخير